السلام عليكم اسمي عمر بلافريج نائب برلماني عن فدرية اليسار الديمقراطية هنا بمدينة الريباط مرحبا بكم في البودكاست رقم 38 اللي بغي يشجع بارتاج يوتيوب فيسبوك وواتساب مرحبا ولي بغي شجعت بالصح العمل اللي كنا نحاولو نقومو به يتسجل في اللواء انتخابية راية مفتوحة تل الخردية العام تل راس العام تسجلو في اللواء انتخابية حتى لا بغي يتقاطعوه يكونوا مسجلين بعده في اللواء انتخابية عاد فكره في المقاطعة اولا في خصوص تصريح لغير المسؤول للرئيس الولايات المتحدة احنا كنواب انا وشناوي راسلنا رئيس مجلس النواب طلب عقد جلسة عاجلة في هذا الموضوع في القضية الفلسطينية فتم تجاوب مع هذا المقترح ونهارتنين الجايها تكون جلسة مخصصة دي البرلمان على القضية الفلسطينية والدعم القضية الفلسطينية النهارتنين اللي فات كانت الجلسة الاسبوعية دي المسائلة الحكومة احنا اللي معنا نتاشي وقت اعرفتوا انتو ما معنا نتاشي وقت في الاسئلة الشفاهية ولكن كان كذلك المناقشة وتصويت على بعض القوانين هي قوانين حول اتفاقيات مع دول اجنبية فيها روسيا فيها اليونان فيها البرتغال فيها الهولندا احنا صوتنا بنعم على هاد الاتفاقيات ولكن كانت مناسبة في انقدم الشناوي عاوتاني لمرة اخرى في السر بان اعطال طرح اسئلة حول الاسباب عدم توفرنا احنا لإمكانيات الاشتغال معنا بيرو التوقيت كتتعطاننا بطريقة عشوائية كل مراش حال كي اعطيونا ففوالا عاوت طرحات الشناوي ما كان يتكلم الشناوي كان بعض النواب يضحكوا انا اللي اقرب لي وما العدل والتنمية كان قولوا بعض ما كان عممش بعض النواب يضحكوا وقالوا وقالوا وحتى يصوتوا عليكم الناس عاد يتعطي لكم امكانيات فانا اول للجواب هو الديمقراطية ماشي اللي عنده اغلبية كي يحكم ويقهر الاخرين الديمقراطية كذلك هي احترام الاقليات وعطيها اعطيها امع الامكانيات باش تقدم حتى هي الوجهة نظر مختلفة ولكن كان طلب منكم انتوما لابدوا تدعمونا تتجلو في الانتخاب الادية هذا هو الحل اسئلة كتابية هذه من الحقنا نطرحو العدد اللي بغينا من اسئلة كتابية فانا هذه الأسوبة طرحت ثلاثة اسئلة تتعلق بإقليم فيقيق والمعاناة اللي كيعاني منها مستخدمي الحراسة والطبخ والنظافة في مجال المدارس المؤسسة التعليمية سؤال ثاني حاول تعنيف المكفوفين المعطالين في الريباط كانوا ديرين مسيرة وتعنيفهم من طرف السلطات وسؤال ثالث حاول غياب الامن في مستشفى ابن سيناء هنا هنا بمدينة الريباط انا واحد الصدق كان تمك في السبيطار ودخلوا الناس بجناوة الجناوة يدخلوها في السبيطار جامعي في مدينة الريباط كذلك تم الجواب على بعض السئلة اللي طرحت السئلة القديمة وحدة شهر جوج 2017 تقريبا نداز عليه عام كان السؤال حاول تأخر افتتاح المركز الانكولوجيا بمدينة طنجة فجاوبني السيد وزير الصحة اللي هو دبا الوزير الصحة لا يجاوبنيش عن السؤال يقول بانها يتم افتتاح هذا المركز بانه وجاهز لا يعرفينه لاحقا جاوبتاني عن السيد وزير الاتصال السؤال كان حاول وضعية حرية الصحفة في المغرب يجاوبني راكين في البلوغ هو يبن لكم بحل اللي عايشين في شي بلاد خور يقول بان كل شي بخير في المغرب بحرية الصحفة كانت مضمونة كل شي بخير كما كان قولكم ديما التعليم هو الاولوية بالنسبة لي فخرج هذه الأسبوع التقرير بيلز 2016 مع الأسف المغرب يترتب من الدول الأخيرة ولكن المهم في التقرير هو بعد التوصيات التي تعطيها المنظمة الدولية ما يقولون؟ يقولون الدول التي تنجح في هذا المجال القراءة هو الدول التي يكون الأطفال في دارهم بعدها يتشجعوا على القراءة يجعلوا كتوبة في دارهم أولاً ثانياً مدراسة يكون فيها الأمن ثالثاً الأطفال لا يكونوا عيانين ويكونوا واكلين مزيئاً العقلتي ومقترحة تركنا في القانون المالية تتكلمنا على المطاعم في المداري وتتكلمنا على تشجيع القراءة فهذا الشيء لا يتطلب إرادة لا يتطلب شيئاً كبيراً يطلب إرادة سياسية التي لا يكونوا حابياً في البلاد من أجل تشجيع ونهوض في القطاع أو بالتعليم بصيفة عامة أنا كنائب برلماني من غير العمل التي نحاول أن نقوم به في وسط البرلمان كانت تلقى بزاف مع الناس مواطنات مواطنين مناضلين جمعيات لماذا؟ أولاً لنبقى على علم لأن نواقع في المجتمع هذه من الجهة ثانياً كذلك نبني المواقف المبادئ التي نأمن بها ولكن نتواصل مع الناس لنفهم أكثر ونقدم مقترحات التي تكون في المستوى فهذا الأسبوع على الأقل المهم تزد اللقاءات ولكن لقاء في مؤسسة تعليمية إمام الوخاري هنا في الرباط في أكدال كان لقاء جميل مع تلامين عندهم خمستاش العام وكان بادر الهواري وهنا البو يوسوفي من جمعية ديفوكس فور كيدز اللي كي شجعوه على الكود تلامين كان لقاء جميل جداً وكان شكرهم مرة أخرى لحضورهم وكان شكر مديرات المؤسسات اللي كتحاول تقوم بواحد دور مهم في مؤسساتها كان لقاء كذلك حضرت الفطور الشهري ديال تكنوباك دربات اللي تلقيت مع مقاولين مغاربة اللي كي حاولو يخدمو ويخدمو كي يشغلو يشغلو الناس في ميدان اللي هو كنظن أنا مهم بالنسبة لتطور بلدنا لقاء آخر عندو طبع محلي في مقر الطالعة حزب الطالعة اللي هو مكوين من مكوينة الفيدرالي اليسار مع المستشارات ومستشارين ديال الجماعة قلسنا وتكلمنا في هذا الموضوع داشنو كنحاولو نديرو احنا في المستوى المجلس المدينة ومقاطعة أكدار ريال لنطول عليكم بزاف كمجرة العادة دي ما نقدم لكم شي جانب ثقافي كنشجعكم ما تطلعو واتصنتو على واحد السلسلة بودكاسته ادوار سايد المفكير الفلسطيني اللي تتوفى الله يرحموه هاتش السجل في الفين الف وتسعانية وثلاثة وتسعين حول دور المثقافي في المجتمع وموسيقى حتى هي عندها جانب فلسطيني هاتش مجموعة هولندية فلسطينية اسمتها نو بلوز والموسيقى اسمتها بريك بريك دو تشين تكسير ولا كسر القيود شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في بودكاست مقبل